ايران على اعتاب صناعة حدث مدون في الشرق الاوسط بل وفي العالم اجمع تقرير سري تكشفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تمكن طهران من تقصيب نحو 165 كيلوغرام من اليورانيوم وهو ما يجعلها قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي يدخلها اندية الدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل والسباق مع دول اقليمية حول ذلك التنافس العسكري التقرير السري كشف تحضير ايران لتفجير نووي تجربي بعد ان وصلت لنسبة 60% من تخصيب اليورانيوم وكالة اسوشيات دي بريس نشرت تفاصيل التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يفيد بان طهران اقتربت من النسبة اللازمة لصناعة سلاح نووي وهي 90% ووفقا لمقياس الوكالة تقل تلك الكمية بنحو كيلوغرامين فقط عن الكمية التي تكفي نظريا لصنع اربع قنابل نووية في حالة زيادة درجة التخصيب تلك التقرير التي ضربت اصداؤها في الغرب سيما بعد ان منح خامنئي الضوء الاخضر للرئيس بزشكيان باجراء محادثات مباشرة مع واشنطن والغرب بشأن الاتفاق النووي واعادة المفاوضات حوله وسائل اعلام تحدثت عن ان ادارة واشنطن الحالية تعرف وان ايران قادر على انتاج مواد شطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي خلال اسبوع او اسبوعين وعلى الرغم من نفي ايران لتلك التقارير والمعلومات وانها تريد تقديم ضمنات ليس لتحقيق مصلحتها في التسليح فعصبا بل انها تريد النأي بنفسها عن اي استهداف لمنشآتها سيما بعد تهديدات وصلتها لضربها في حال شن هجوم على اسرائيل وهو ما يؤكد خبراء ان طهران لن تزج بنفسها في اي حروب او مواجهات خاسرة بالاضافة لانها ترغب في السعي لعلاقات مع الغرب تحقق مصالحها المتمثلة بالاتفاق النووي وتخفيض العقوبات ترجمة نانسي قنقر